هي الأسباب السلوكية إيه الأسباب السلوكية؟ وهنا الأسباب السلوكية المقصود بيها الأسباب السلوكية المقصود هنا مش سلوك الطفل مش بس سلوك الطفل طبعا الطفل معنا طرف أصيل في الحدث يعني لكن المقصود هنا مش سلوك الطفل بس أو اندفاعه الخاطئ ناحية الأكل سواء كان اندفاعه يعني خاطئ أو انه بياكل كتير أو اندفاع خاطئ يعني انه بياكل غلط أو أنه بيأكل كتير لكن المقصود هنا بالأسباب السلوكية هو سلوك الوالدين هتقولولي الله الوالدين ما لهم أقول لكم ما لهم إيه ده هم المتهمين الرئيسيين في القضية بتاعتنا دي الأم أو الأب أو الاثنين أسباب سلوكية هنا بتنعكس على زيادة وزن الطفل هتعرفوا إزاي حال هنا الأم أو الأب بيكونوا السبب في زيادة وزن أطفالهم بشكل مباشر يعني إيه يعني نتيجة حبهم للأكل يعني تلاقي أب و أم بيحبوا الأكل في ناس كده في ناس بتحب الأكل يعني بتحب الأكل في حد ذاته تتلزز به المشكلة بقى أن ده يحصل قدام الأطفال الأطفال الصغارين اللي لسه على الفطرة زي ما بيقول والأطفال عندهم صفة أساسية في عقلهم وسلوكهم هي صفة التقليد ومش تقليد أي حد هما طبعا بيقلدوا حاجات في التلفزيون وبيقلدوا حاجات ممكن يسمعوه في الشارع أو يشوفوها ويقلدوا حاجات يشوفوها في الأفلام والمسلسلات ولكن يبقى التقليد الأعظم الذي لا يقارن بأي تقليد تقليد الأب والأم الأطفال بيقلدوا في البداية بشكل أعمى بيقلدوا خلاص فاكرين من قريب من كم حلقة كده كنت بقول لكم الطفل خصوصا لو الطفل ولد يقلد بابا ولو الطفلة بنت تقلد ممتها ممكن يقلدك حتى في طريقة المشي يقلدك لما تيجي تكح يقلدك لما تيجي تاكل لما تيجي تشرب حاجة بص تلاقيه وقالك انت بتشرب مثلا شاي ولا حاجة ممكن تشرب بشاي فيطلع صوت كده بسيط وانت بتشرب حاجة سخنة فتلاقي الطفل يعمل هو كمان صوت فضاع الأطفال فضاع وانتوا عارفين مركزين جامد قوي معانا بشكل عام مع الأب والأم ولو الطفل ولد يركز أكتر بشكل خاص مع الأب ولو الطفلة بنت تركز مع الأم فنرجع بقى لو الأب والأم بيتلززوا بالأكل وبيحبوا الأكل وبيعني ما رهمش حاجة غير الأكل كده زي ما بيقول هتلاقي الطفل في الأول بيقلد بشكل أعمى هو لسه مش مدرك لكن بعد شوية هيتغير النمط أو نمطهم الفطري المعتدل النمط الفطري المعتدل بتاع الأطفال ويتحول إلى نمط غذائي سيء ومتهور وده طبعا مكتسب مش فطري يعني ما فيش طفل بالفطرة بيندفع ناحية الأكل ويتلزز بي ويقعدوا يا سلام بص مش عارف إيه ودلوقتي بقى كمان دخل على الخط مش التلفزيون بقى مش دلوقتي يعني بقى لنا سنين السوشيال ميديا بقى والفيديوهات والناس اللي بتعطي تعمل أكل وفي برامج الأكل بقى كمان والناس اللي بتطلع تروح تاكل في حتة ومش عارف إيه ويقعدوا بقى يتكلموا عن الأكل وجمال الأكل حاجات كده أنا يعني أنا ما عنديش اعتراض يعني أنا بشكل شخصي ما عنديش اعتراض لكن أنا بعترض على إيه إن ده ينعكس بشكل مباشر على الأطفال ويسبب لهم مشكلة ترجمة نانسي قنقر